وقه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة توقيع عقود تشغيل منظومة شبكات الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة بين شركة العاصمة الإدارية وشركات الكهرباء المتخصصة في هذا المجال وخلال اجتماع نعقده لمتابعة موقف إدارة وتشغيل شبكتين نقل وتوزيع الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة لفت مدبولي لأنه في ظل الانتقال التدريجي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية سيتم الاعتماد على شركات الحكومية الحالية لتشغيل شبكات الكهرباء بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من إصدار قانون يتيح لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية إنشاء شركات تابعة لها تتولى إدارة وتشغيل المرافق بصفة عامة